الركن السادس من أركان الإيمان الإيمان بالقضاء والقدر كيف نؤمن بالقضاء والقدر؟ نؤمن بمراتب القضاء والقدر الأربعة الأول نؤمن أن الله سبحانه وتعالى علم كل شيء لا يخف عليه شيء وأن الله سبحانه وتعالى أمر القلم وأن يكتب مقابر كل شيء وأن الله سبحانه وتعالى نرده ولكن لا يمكن أن يقع في ملك الله إلا ما شاء الله فما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن يعني أنا الآن مثلا أقول بعد الدرس هذا سأذهب إلى السوق شاء الله سأذهب إلى السوق شاء الله أني لا أذهب إلى السوق والله لا يمكن أن أذهب وليس ممكن أن يحدث سواء في ذلك الوحن أسلك طريق السعادة ولا أسلك طريق الشقاء وأقول أن الله سبحانه وتعالى اختاري أن أكون من أهل السعادة وأسأل الله سبحانه وتعالى يوفقني لأسلك هذا الطريق كما أننا نختار في الدنيا وفي الأعمال مثلا أحسن وظيفة لا يجب أن نختار في الأخير طريق أهل السعادة ونتبعا نبي صلى الله عليه وسلم ما كان عليه السلام والصالح والله أعلم وما يجب أن نعطيه أنه نعطيه على مديره وما يجب أن نعطيه على نظامه وما يجب أن نعطيه على مديره ولكنه يجب أن نعطيه